عادت الحياة إلى العاصمة الأوكرانية كياف ومناطق أخرى بعد استئناف الخدمات الأساسية وبشكل خاص خدمات التدفئة بعد أن استهدفت عشرات الصواريخ الروسية البنى التحتية الأوكرانية ضربات أغرقت العديد من المدن في الظلام وأجبرت سكانها على تحمل درجات حرارة دون الصفر وبالموازات مع ذلك قالت سلطات كياف أنها تمكنت من إعادة الكهرباء إلى نحو ستة ملايين شخص ولكنها ما زالت تواجه تحديات تتعلق باستمرار امدادات التدفئة وانقطاع المياه على نطاق واسع في مناطق عدة وأشارت إلى أن ورش الإصلاح في بلدية العاصمة تعمل في مواقع محددة لمواجهة أي طوارئ في امدادات التدفئة بدوره قال الرئيس غلودومير زيلنسكي إن كياف وأربع عشرة منطقة تأثرت بانقطاع الكهرباء أو النياء مطالبا بزيادة الضغط الغربي على موسكو ومنح بلاده مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي وأوضح أن كياف وفينتسيا ولفيذ التي تقع إلى الغرب من بين المدن التي تعاني أوضاعا صعبة للغاية ولساعات كذلك عانت العاصمة من تعطل خدمات شبكة الميترو بسبب انقطاع الكهرباء وتحولت أنفاقها إلى ملاجئ قبل أن تستأنف خدماتها حيث تشهد المدينة حركة كبيرة استعدادا لعطلة أعياد الميلاد ترجمة نانسي قنقر